السلام عليكم ورحمة الله معكم عباد غيمينج شو متشجيد عن سيمتا دي سينس انقران تكوز خطايا السبع في فيديو اليوم راح نحكي عن شي مهمة كتير كتير وانا حبيت نزله بسرعة اللي هو السوبر اوايكنينج السوبر اوايكنينج طبعا اليوم راح نشرح شو بيعمل وشو الشخصيات اللي لازم تعملها سوبر اوايكنينج او الشخصيات لازم تفكر تعملها سوبر اوايكنينج هلأ وبالمستقبل بقى خلينا نبلش اول شي طبعا نشرح السوبر اوايكنينج سوبر اوايكنينج هو بس توصل حلقة 155 اعتقد بتفتح السوبر اوايكنينج اللي هو انت عن طريقه فيك ترفع لفل الشخصية تابعك او مترفع لفل الشخصية تعطيها بوسة زيادة مثل ما انتو شايفين بعد ما انت تصير ستة نجوم لأي شخصية بيطلع لك شغلة هون اسمها سوبر اوايكنينج سوبر اوايكنينج فيك تطور فيها الشخصية كل ما تطور نجمة من النجوم طبعا الليمت اربع نجوم بعد اربع نجوم ما فيك تعمل شي الاربع نجوم اول نجمة بتعطيك اللي هو مثلا HP create resistance recovery rate النجمة التانية ممكن تعطيك شي تاني النجمة التالتة بتعطيك شي تالت مسلا خينا نشوف guther النجمة التالتة بتعطيه ليش محاطين شو بتعطيه لا بتعطيه لكا مكتوبة HP 7030 regeneration rate و 15% كرت ديفنس بهذا الشي كتير كتير قوي ورائع بنجي مثلا للنجمة الرابعة ممكن تعطيه شيء أقوى من هذا بقى أنتوا بتشوفوا شو الشخصيات اللي بدكم تسوها بتسوها أول شي شو المعارض اللي لازم شو المعارض اللي بدك ياها لحتى تقدر ترفع السوبر اويكيني أول شي في عندك الكوين هو عن طريقه بترفع الليفل تبع النجمة ما بدك معارض تاني نفس الستنجوم الأولى لا بدك معارض اللي هو الكوين الكوين الدوب لما يطلع لك من أي شخصية أكتر من مرة نفس الشخصية بتتحول لكوين هاي الكوين فيك تستبدله بالشوب من أكتر من الشغلة أورادي شارحنا عليها الفيديو أو فيك تستبدله هلا هون طبعا السلفر رح تكلفك كل واحدة بواحدة نقطة كل نقطة بنقطة الدهبية كل نقطة بخمسة عشر اللي هو الرامبو طبعا الشخصية كل واحدة بميتان وخمسة وعشرين أما نجي للماتيريال الأخيرة اللي هو باسمه سوبر اويكيني كوين بتعطيه خمسة وسبعين المشكلة أنا ما عندي شكلي ولا واحدة منها وهذا كتير شي سيء بالنسبة لواحد جاي يشرح عن السوبر اويكينيق شوف هون بيعطونا شيء لا ليكا هاي هي السوبر اويكينيق طبعا شون بتاخد السوبر اويكينيق بتاخدها من الإكسشين شوب وبتاخدها من الباتل التاور اوف الترايلز التاور اوف الترايلز كل ما تلعب مرحلة معينة كل ما تلعب خمس مراحل بيعطيك سبعة يعني فيك تجمع بحدود الكمسة وثلاثين واحدة منها ليكا سبعة بيعطيك بقى بتجمعون وبتاخدون بعدين بتطور فيهم اي شخصية بدك ياها اه طبعا متما تلكم بتكلف خمس وسبعين يعني بدك اعتقد خمسة منها اعتقد خمسة وثلاثة خمسة وخمسة مية وخمسين ايه بدك ثلاثة منها لليفل واحد بعدين بتزيد طبعا خينا نشوف كم بدها لكل واحدة اه بدها اول واحدة اول نجمة بدها ميتين وخمسين او ميتين وخمس وعشرين التانية ميتين وخمس وعشرين التالتة أربعمية وخمسين الرابعة 675 أعتقد إن فيك تقول إنه بتزود 225-125 بس فيه شغلة كتير مهمة لازم تعرفوها أنه أنت لما تكون الألتمت تبعك كل ما كانت الليفل أقل كل ما بتكون النجمة راح تكلفك أكتر كمثال بنجي هلأ لشخصية مثلا غوثر غوثر أنا عندي 2 من أصل 6 هلأ أول نجمتين دا بيكلفوا 225 بس خلنا نتأكد شو ما نتأكد من الله 1-6 خلنا نجرب لا مو إسكنوني نجرب ملاسكلا 2-6 عنديها ولا 1-6 بس خلنا نشوف شخصية أنا بديها شخصية أنا بديها وراح أستحدمها السرسة السرسة عنديها 1-6 ممتاز بنجي بنعمله طبعا أول شي بنحاول بنعمله هين 225 بدو هلأ 225 عشان أفتح القفل عن اللي بعدها اللي رح تكلفني 225 يعني الدبل رح تكلفني 450 الأولى فقط ليش أنا هو لفل واحد لما نجي إذا هو لفل اتنين الأولى والتاني رح تكلفني 250 الثالثة رح تصير يتكلفني 225 عشان نفتح له الثانية وبدي 450 شنفتح له الثالثة عرفتوا يعني بدي التوتال بصير 675 نفتح له لتصير الثالثة الرابعة رح تصير أكتر الرابعة طبعا ما عنا حدا بنشوفها بس يعني إذا أنت يعني فيك تقول أنه إذا أنت كل لفل رح تاخد 250 زيادة أيوة كل لفل رح تاخد 250 زيادة غير الأساسية اللي رح تاخدها عرفتوا كيف يعني هو أحسن شيء أنتو الشخصية تبعكم تكون أربع من أصل ستة لحتى ما تكلفك أي شيء زيادة تكلفك بس 250 250 450 975 70 أو 650 ما بعرف عديش بالضبط بقى هيك تحسبوها بقى أنا أي شخصية بدي أعملها أول شيء لازم أحسب شغلتين هل معي الموارد قدر أرفعها وتاني شيء قديش هي من ستة لحتى قدر أرفعها بأرخص شيء ممكن مشان هيك أول شيء بدأ ما بترفعه الشخصيات القوية فقط ولي أنا مسويها ستة من ستة مثل كينغ كوثر مارلين إسكانور الشخصيات اللي أنا أنا أريد يمسوي ستة من ستة بس في شغلة أنا ما بعمل لشخصية ما بدي إياها هلأ بالتحديد مو مسلا شخصية قوية لا ما بدي إياها بالتحديد هلأ أعمل لأ سوبر أويكين لا تعملوا لأي شخصية لأنه هذا عملت لبس شفرجيكم لأنه أنا حاستخدمه بالبي بي 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 راح استخدمه بالسوبر بوز بستخدمه كثير أماكن بس أنا الآن إذا ما بستخدم شخصية متل مثل ميكاسا أنا بحب ميكاسا بس ما بستخدمه بأولا مكان ما راح سوي سوبر أويكين ليش لأنه راح تكلفني كثير وخاصة أنه سوبر أويكينيغ ماتيريال اللي هو الكوين تبع سوبر أويكينيغ لحد الآن المكان الوحيد اللي اللي احنا بنعرف أنه راح ناخده منه اللي هو سب التور اللي هو هاد تور أوف ترايلز وتور أوف ترايلز كل شهر بيجي مرة يعني كل شهر راح تاخد 35 بأنا ما عندي والله كل شهر راح تسوي شخصية واحدة لا وقال تسوي شخصية غلط كمان هذا غلط بأ شو بعمل بتأكد أنه أنا الشخصية اللي بدياها راح ألعب فيها وراح استخدمها بكل أماكن أو أماكن اللي أنا بدياها فيها مثلا البي في بي أنا فريق البي في بي ليكو بسوي أوريد است أربعة كله ليش إلهذا فريق البي في بي بعدين بيجي للقصة القصة مو محتاج الوقصة رفع مثلا شخصيات القصة اللي هو مثلا إسكانور غوثار سanossea دارييري برفع الشخصيات اللي أنا بدياها أو أنا محتاجها بس مو من بداية وخاصة ليش لأنو أنت إذا بديك ترفع شخصية وما تستخدم Super Awakening Stone راح تستخدم يا أما الكوين اللي هو البلاتينوم كوين يا أما راح تستخدم السلفر كوين والسلفر كوين مبارح حسبناها إذا أنت أريد الشخصية 6 من 6 أعزي سوري 4 من 6 وفوق ألا وفوق الأربعة ما بتفريه خلاص بتضل الحسبة نفسها أنه أنت عم تسوي أربعة نجوم راح تكلفك 105 جولد كوين 105 كتير كتير يعني إذا أنت والله إذا أنت بتستفعل لعبة وتعمل مالتيات بكل بكل بانر ممكن يكون معك كتير بس حتى لو معك كتير خلين أقول مثلا هلأ أنا كان معي بحدود الألف هلأ كان معي 300 ليش أني أنا عملت 3 شخصيات منها كنت حصرفهم كلهم يعني ممكن هلأ إذا سوي 3 شخصيات هدول يختفوا معد معي بأنصيحة مني قبل ما تعملوا وطبعاً البلاتينوم كوين البلاتينوم كوين كتير مهمين أو خير أقول 50 بـ 50 يعني بدي 100 طب أنا شون ما بدي أجيب 100 إذا بدي أصرفنا على سبر أو هيكين ما حقدر ولسا بدي أسكنور 6.6 وبدي أسكنور 6.6 وبدي أسكنور 6.6 وبدي أسكنور 6.6 وبدي أسكنور 6.6 يعني كتير رح أصرف بقى هيك بتأنى بسوي أول شيء أربع شخصيات تبعات البي في بي فقط بعدين بقى بالمستقبل بصري بسوي واحدة واحدة كل ما يطلع لي بسوي شخصيات اللي بعدها لحتى يصير عندي 8 أو 9 أو 10 شخصيات أنا مسويها سوبر أو هيكين ما في داعي كل شخصياتك تصير سوبر أو هيكين أنه أنت ما رح تستخدم كل شخصياتك مرة واحدة أنت ممكن بحياتك ما تستخدم ملاس كلا حمرة ليش تسوي سوبر أو هيكين إذا بحياتك ما رح تستخدمها أوكي منظر حلو لا إحنا عم نحكي شيء بزكاء بدنا نحنا نستخدم مواردنا بزكاء مشا ما نروحها على الفاضي لأنه ممكن تيجي مثلا ممكن أصرف كل شيء على ملاس كلا أو أصرف كل شيء على هدول أول مثلا عشر شخصيات عندي بعدين يجي مثلا إسكنور الأزرة ما يكون معي اللي درساوي رح يكون أضعف من اللي ضدي أنا اللي ضدي أورادي مثلا نجمع موارده رح يسوي إسكنور أول ما يجي أربع نجوم سوبر أو هيكين أنا ما رح يدع بساعة اللي ضد رح يصير أقوى مني عرفتوا كيف؟ فهي هي الشغلة اللي لازم تلعبوها بزكاء أنه أنا تطور الشخصيات بس اللي لازم تتطور هلأ صحة حينا ممكن إليك يستخدم هدول بس مو دايما بصراحة هلأ ممكن أنا أستخدمه لأنه أنا عندي كتير بس إذا شفت حالي والله أنا مو لازميني أو هلأ مو مضطر طور مثلا استرسة سوي ستمز هلأ عرفتوا كيف؟ ممكن والله طور لي غوثر هلأ أنا بس اللي ناقصني غوثرين غوثر الأحمر والأخضر وإسكنور هدولي أنا بالي وأعتقد أعتقد ليليا و ديم اليوداس لأنه هدول بكل الفرق فيك تستخدمون وإما كان بالبي في بي بالبي في إي بعدين ديرييري وأسكنور الأحمر بعدين زلدرس وأسترسا بس هدول هنه اللي ناوي يطورون للمستقبل لأن هدول واحد يعني واحد تنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تماني تسعة عشرة إداعش منعملها وشو منها شو منعمل طريقة بس نصيحة مني متماعات لكم لا تستخدموا الكون شوب وخاصة الكون 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 اللي هو السلفر والجولد والذات النوم إلا إذا أنتوا محتاجين الشخصية وعنكم كتير منها بقى بس هون منكم صلى هالفيديو طبعا اليوم أرجو أن تكون سمتعتوا فيه إذا سمتعتوا فيه لا تستعمل لايك للفيديو اشتركوا معكم بالقناة شكرا لك اللي جيد مني ونشوفكم عخير الفيديو هالتانية مع السلام